جاءت لي رسالة من محمد احمد عبد الرحيم على صفحة البرنامج بيحكي انه عنده 26 سنة من محافظة اسوان وبيقول انه انا على قد حالي وانه هو ربنا رزقه بطفل اسمه احمد عنده اربع شهور اتولد بتشوهات وعيوب خلقية في الوجه ولف على دكاته كتير وعارف انه لازم يعمل عملية على اربع مراحل بتكلفة حوالي 200 الف جنيه هم عندوش اي دخل غير دخله اليومية بتاعته مفيش اي مهاش يعني الحقيقة حالكت صعبة اوي الحمد لله بعد ما جاتلنا على طول اشتغلنا على الحالة وقدرنا ان احنا بالتعاون مع الدكتور احمد زراج رئيس قسم جراحة الوجه بجامعة اسكندرية ان احنا نعمل له مرحلة الاولى من العمليات في مستشفى مورة العصفرة ونكملين معا مشوار العلاج لغاية ما نوصله ان شاء الله لبر الامان تعالوا نتضمن عليه معايا ابني احمد صنو اربع شهور اتوالد من اول متوالد مولود سقف حلق وشفة ارنابية مزدوجة وتواصلت مع برنامج واحد من الناس مشكورين بصراحة وصلوني بالدكتور احمد سراج ودولوكت الحمد لله يعني احنا جايين في المستشفى جايين نعمل له اول مرحلة تكلفت الاربع عمليات او الاربع مراحل 200 الف جنيه الحمد لله النهاردة هيعمل اول مرحلة برضو شكرا لبرنامج احد من الناس والدكتور احمد سراج وهنا بصراحة المستشفى جميلة في مورة العصفرة خدمة طبية ممتازة بصراحة حالة احمد احمد طفل جاء اتولد عنده شفة ارنابية مزدوجة النهاردة الحمد لله احنا بنجري اول مرحلة لابو حميد اللي هيحتاج حوالي اربع مراحل مراحل بنقفل فيها شفته والانف وقع الانف مراحل بنقفل فيها اللاثة مراحل بنقفل فيها سقف الحنك الصلب ومرحلة بنقفل فيها سقف الحنك الرخ وفي انتظار مزيد من الحالات اللي محتاجة لعمليات جراحية في تخصص جراحة الوجه والفك والتجميل بتاعهم مقدارة البرنامج واحد من الناس اشتركوا في القناة